عام جديد مليء بالعدابات التي ملأت حياة اليمنيين ينشك على إسدال ستاره ويرحل حاملا عصاه التي أوجعت سكان البلاد المسكونة بالفقر والصراع سيرحل العام تاركا خلفه ضحايا بالآلاف وقبورا مفتوحة على مصرعيها وما زال حفار القبور مستمرا في مهمته الأزلية عشرات التقارير والتحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة ومنظمات أخرى باتت هي العزاء اليومي الوحيد الذي يذكر باليمن والأوضاع التي تعيشها في حصاد العام تقرير أممي يقول إن الأمن الغذائي في اليمن سيشهد تدهورا أكبر خلال الفترة القادمة بسبب ندرة السلع الأساسية وتصاعد مخاطر الجوع التي حلت على أكثر من ثمان محافظات يمنية خمسة ملايين يمني حصلوا على مساعدات إنسانية مباشرة موزعين على كافة المحافظات بينما تشير الإحصاءات إلى أن المحتاجين لمساعدات يتجاوز عددهم ثمانية عشر مليون شخص بينهم سبعة ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد النزوح الكارثة الثانية التي تواجه اليمنيين البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين نازح داخل البلاد بينهما يقارب المليون يعيشون في مخيمات للنازحين أو تجمعات سكنية عشوائية بدون أدنى مقومات الحياة ضحايا الحرب جانب آخر للوجع اليمني حيث تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وإصابة أكثر من أربعين ألفا آخرين وتلك الأرقام المعلنة بينما الأرقام الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير في موازات كل ذلك يواجه القطاع الصحي خطر الإنهيار بحسب ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد شادول الذي قال إن استمرار الحرب وتوقف الدعم الدولي يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر جراء توقف دعم القطاع الصحي في البلاد بشكل شبه تام منذ سبتمبر الماضي حيث لم تتلقى المرافق الصحية أي دعم مالي لتغطية النفقات التشغيلية ودفع رواتب الموظفين عودة الأمراض الوبائية مثلت انتكاسة كبيرة للقطاع الصحي حيث عادت أوبئة في مقدمتها الكوليرا وحم الضنك والتهابات الجهاز التنفسي والإسهالات إلى الواجهة بعد سنوات من اختفائها ما أسقط ضحايا في مناطق مختلفة وضع مليء بالتعقيدات وطريق محفوف بالأمراض ومزروع بألغام الصراع الذي أدخلت ميليشي الحوثي والمخلوع البلاد في أتونه وتستمر في المقامرة حتى روح وحياة آخر يمني بحثا عن حلم الاستئثار بحكم البلاد بقوة السلاح